ماما ابي تعاليني المدرسة النهاردة بقى عشاني استدعاء وليه الامر يا ماما ما تنسيش والنبي احسن المسترسوردة يدخلني ويزعالي حاضر يا حبيبي من عيني مش هتأخر روح انت يلا عشاني متأخرش على الباس تحت متقلقش يا حموص انا اللي هجيلك النهاردة متقلقش وبقشوف المدرس ده اعاوز منك ايه لا شكرا يا لنا ما تجيليش ماما اللي هجيني ما تجيليش انت بقى والنبي وقات المايا في زهرك انا جايلك النهاردة يعني جايلك النهاردة وانت يا امي حموص وا اقل لي 50% في 50% في خالف قللي يا يا حمونا 25% في 70% في 50%؟ اصليهم هتجيلي النهاردة وانا انت مش هعرفين فيهم جاي والله لما مرددش على المستر هيزنبني والله ايما انا عارف يا حموص, يا ربي ما اسألني يا دねلة اعمل ايدي الوقت يا ربي 50% في 70% في 30%. ما تجاوب يلا 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 طب اقولك ايه تعالى لك ايه وقاكس كل الوجب معاه متفضل يا مستر اوه انت كمان معملتش الوجب بتاعي مبارح انت ليلتك السود اوه فالين اوه ارفع ايدك لفؤه الي اسمع ليش يا مستر المراده والنبي خلاص ارفع ايدك ايه ايه مستر الباب يخبط امستر السلام عليكم ازايك يا مستر امال فين الواضحة مصة وعليكم السلام يا ستة اوه متناهي الوقف اوه اخي هاب واحد عندي في الفاصل قل بومك يا خوية انت واقف بروفع ايدك لفؤه كمان؟ لا من الظالم اللي مخليك ترفع ايدك لفؤ كدة دى احنا لما بنعجبك في البيت ما ًيف نể وضع ايدك طgin الوجب انت یه مستر انت اللي يخليه بروفع ايده فؤ؟ ايها ايه الستة اني ا personajes رفع ايد الفؤ عشان لا هعمل الواجب ولا بيعرف يجوب .على السؤال ولا اي حاجة العلم فالرأس مش فالكراس ما تيجي تحب تعجبه عجبه عقبه ينفع بيه تعايل صغير حرام عليك ما يرفع عيده المدة دي كلها الدم ينزل من ايده وممكن يحصل ليده مشكلة هو قيد تعليم اللي بص في مصري دي قصدك ايه؟ يعني انا مش عارف اعلم العيال دي ولا ايه؟ ايوه طبعا مش عارف تعلم ومدك حد يعلمك الادب من الاول وجدال اذا لم يفيش حد يعرف يا ربك ولا تطلع معلم جيد اللي يقول لي نزل ايده والنبي يا نناه احسن ما عدش قادر نزل ايدك يا وضي يا حمصة هو انا اللي بقول له وانحد فتح بوقه انا اللي هتكلم وانا اللي هرد اه يا ايدي اه ايدي واجعاني قوي يا نناه منه لله الظالم المفتري وربنا لانا طلع على الادارة عاملة فيك شكوى وبعتها فيك حتة شكوى تخليك تتشلم المدرسة كلها ومالتعلم كله ايبا قابليني قابلك يا خويا لانك انت لا تصلح تكون معلم انت عايش تتعلم انت اول عشان تعرف تعلم العيال دي حرام عليك يا ظالم طب بالسلامة بقى وليا من هنا انت والولا بقى من المدرسة خالص يلا بالسلامة فيه هنا اقدارة وفيه هنا مديرين هم المسؤولين على التعليم ومن اللي يمشوا ومن اللي يقعد بعندي مدرسة حكومية يعني لا ملكك ولا ملك غيرك ده ملك الحكومة شده وليا انا مش عايز خوطع الصبح كده عشان دماغة مصدعة يلا شده تعي واضي يا حمصة اعمل لك اذن وتروح معاي وانا لغاية ما اشوفوا الشكوى دي هتوصل لفان انا مش هسيبك انا وراك وراك لغاية ما تسيب التعليم ده ماشي يا نانا هجيب صنطة واج يلا يا اخوي يلا يا اخوي انت وان انتك دي من هنا انت كنت صدعتور واجعتولي دماغة الصبح هتي عم جباية اهوة يا عم انت اللي برا انت اهو ده اللي انت فرح فيه تقعد على اهاوي لكن تجي تعلم عيال واطفال ينشعل انه واحد يبقى فيهم دكتور ولا مهندس ولا مدرس لا تصلح لا تصلح والمصح حزبي الله ونعم الوكيل فيك يا شاك حزبي الله ونعم الوكيل المدرس هال ولا يفقه اي شيء عن التعليم ولا التدريس ده احنا كان زمان عندنا المدرس نقف وندله تعظيم سلاة من كتر ما هو كان محترم ومؤدب قبل التعليم حتى مدرسين اخر زمن يلا يا انت هو افتح الكراسة لا واكتب ورايا يلا